مرحبا أعزائي متابعي قناة بلينبعين العربية نزل عندنا تحديث جديد تطبيق الانستغرام التحديث هو برقم 315.0.2 قبل ما أبدأ أشرح لكم الطريقة الصحيحة للتحديث كيف راح أتغير الخلفيات في الانستغرام أتمنى لكم شاهد صدقوا على هذا الفيديو وما مشترك رجاء نشترك بالقناة فعل الجرس لايك للفيديو مثل ما تعرفون أنه تطبيق الانستغرام ينزل لنا تحديثات كل فترة نصيحة لكل واحد يستعمل الانستغرام هذا التطبيق هو تطبيق ترفيهي وتطبيق تجاري هذا التطبيق ليس تطبيق سياسي رجاء أي منشور سياسي أو حتى تعليق أو صورة ممنوع تنشرها لأن حسابك راح يروح تعرفون الأحداث السياسية الآن فحسابك راح ينهدف كامل فرجاء رجاء لا تنشرون أي شيء عن أي شيء سياسي والشي الثاني إذا كنت تستعمل تطبيقات تزيد المتابعين أو تحذف المتابعين أو إنت أتريد تحذف متابعين عندك ما يصير هذا لازم كل ساعة تحذف خمسة أو ستة أو عشرة ماكزيما لأن أيضا راح يوصلك حضر والآن الطريقة الصحيحة للتحديث حتى نحدث الانستغرام بصورة صحيحة في البداية راح ندخل على الأبل ستور وندخل بالأعلام وننزل الشاشة إلى الأسفر راح تنزل التحديثات النازلة ونزل عندي الانستغرام التحديث برقم 315 بعد التحديث راح يصير 315 كوما صفر كوما ثنين قبل ما نحدث راح نروح على الإعداد راح ندخل على الإعدادات ننزل على عام ننزل على تحديث البرنامج تتأكد هذا آخر تحديث بعدها راح يكون عندنا ننزل على مساحة التخزين على المساحة الكلية 128 المستخدم 89 الفرق لازم يكون بين 20 وال30 بعدها راح ننزل على الانستغرام إذن انستغرام عبر الواحد قيقل أما إذا ما عبر نروح نحدث وما في أي مشكلة الآن بعد ما كملنا الإعدادات راح ندخل على الأبل ستور ونعمل تحديث الآن كمل التحديث أدخل عليه هذا حسابي ديار انترسلاش كيجيل يدي 1 2 3 5 3 5 وحتى تغير خلفية المحادثات راح ندخل على أي محادثة ومثل ما تشاهدون هنا ما تدخل على أول خيار ثاني خيار هنا على الإسم واحتضل عندك هنا الخلفيات فقط تكبس على أي وحدة نكبس على هادئ والآن راح نرجع هذه الخلفية قبل ما نروح راح ندخل على الإعدادات ندخل على انستغرام راح نلاحظ التحديث برقم 315 كومة صفر كومة 2 وهنا كاتبين 315 فأعتقد خطأ من عندهم تحياتي لكم لا تنسوني بالاشتراك واللايك ومشاهد للفيديوهات أكون جدا شكرا مع السلام اشتركوا في القناة شكرا